موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حلقه حبايبي طلاب الصف الثامن اليوم بنا نأخذ الدرس الأول الوحدة الرابعة الحجر ذهب فلسطين الأبيض الحجر من أكبر الأشياء أو الثروات الموجودة في فلسطين وهي من أكبر الصادرات الفلسطينية درس كثير سهل إن شاء الله كثير بسيط يلا خمس دقائق نكون مشطبين الدرس بس ركزوا معي فالخمس دقائق طيب الحجر قلنا من أخذ مواد البناء اللي خواص فريدة ودائما منعملوا فيه من المواد الأساسية للأبناء وضال في عملية البناء للقرن العشرين دخلت مواد أخرى إيش طبيعي إيش الصناع عشان تبني المباني والحواد زي إيش مثلا زي الطوب يعني في الزمنات كان كل حجار الأيام صار في طوب يعني صارت فيه أشياء في عنا حجر صناعي هاي أشياء كمان أخذت من الحجر دائما في عنا منشير لشافهم في أنحاء الوطن خصوصا في الشمال بالضفة الغربية والسوق الفلسطيني ثلث الإنتاج وبصدره الباقي للسوق الخارجي والعربي ولأوروبا فلسطين بتصدر لأوروبا نعم نحن نصدر الحجر لكل أنحاء العالم طيب ليش صناعة الحجر منتشرة في الصناعة في المحافظات الشمالية ومش في المحافظات الجنوبية زي قطاع غزة أكيد بسبب طبيعة الأرض ما في عندهم محاجر ما في عندهم الثروة هاي موجودة فقط في الضفة الغربية وليش بنستخدم الطوب الإسمنتي بكثرة في الأبنية في بعض المناطق بدل من الحجر الطبيعي لأن الطوب الإسمنتي أرقص بكثير من الحجر الطبيعي يعني عندك تبني فيلة بهاي الطريقة بدك تستخدم حجر طبيعي وهذا إشي بيكلف يعني هذا البيت اللي شايفينه أمامكم مش واضحه بس هذا بيكلف له 3 لأربع مليون شيكل تيتبنى بينما ذلك تبني بطوب بتكون الأمور أخاف بكثير أو حجر صناعي بتكون أخاف بكثير هاي هيك بالمحاجر هاي بيستخرجوا الحجر من الصخور الطبيعية بيقصوها ويجهزوها بالمناشير بنقشوا الحجر وبيبنوا الحجر فيه له فيلم مرفق لصنات الحجر في فلسطين وشوف في أماكم تشتهر بإنتاج حجر البناء في فلسطين طيب شو الحجر الصناعي هو عبارة عن أحجار بيتم تصنيح عن طريق خلط بعض المواد كالإسمنت والركام والماء وبعض المواد الأخرى وبصبوها في قوالب اللي أعطاء الشكل والمقاس المطلوب زي الطوب الخرساني مجموعة من المواد بخلطوها مع بعض إسمنت حصمة مية بكميات محددة وبعطوك مقاس مطلوب زي الطوب لأنه الحجر الطبيعي هذا بيستخرجوا من الصخور الطبيعية الموجودة في طبقات سطح الأرض وبتجهزوا للبناء يعني بتقصقصوا بمقاسات متساوية بتعملوا شوية تعديلات وبستخدموا بناء الحواطر الخارجية للمباني الحجرية مراحل صناعة الحجر فكرت يوم من الحجر تستخدم في عملية البناء ومن وين بنحصل عليها وكيف بتصير يعني كيف هذه الصخرة الكبيرة بتصير الحجر بنقدر نبني فيها طالعوا قديش أكم من واحد بيشتغل في الحجر والرخام الفلسطيني خمسة وعشرين ألف عامل موزعين على ألف ومئة منشأة ما بين محجر ومصنع ومنشار ومشغل خمسة وعشرين ألف عائلة بتعتمد على الحجر والرخام الفلسطيني مرحل استخراج الصخور من الأرض أول شيء يعني من المراحل صناعة الحجر بيستخرجوا الصخور إنك تطلع الحجر من الجبال الصخرية وهذه المرحلة يعني كتير صلاحية الحجر للاستعمال يعني مش كل شيء بيمشي يعني لازم يكون قوي وصلب واللون ومساميته حلوة لازم يكون شكله حلو وصلب مش يتفتفت يتكسر هاي هي والمسامية شو هي المسامية إنه يمتص الماء ولا لا طب بتقول لي شو بيأثر إذا امتص الماء إذا امتص الحجر للماء بيسبب كوارث يا حلوين في الدور بيسبب رطوبة بتصير الدار زي ما بقولوها تنزل عليك ماء إحنا بنقولها تدلف ماء بتصير تنزل ماء بيخرب الدهام بيخرب مية شغلة فبيكون خطير جدا إذا الحجر بمتص الماء وهنا بنستخدم حفارات كبيرة بتفصل الصخور وبتقطحها بأحجام كبيرة بعدها بيقصوا الحجر وبحضروا هاي شايفين بيقصقصوها بمقاسات معينة بنقل الصخور من المحاجر إلى مناشير الحجر بشاحنات كبيرة حسب المقاسات الأشكال المطلوبة وبيقصوا على عدة مراحل في عنا أقراص مزودة بقطعة من الماس على محيطها ويومها بتدور بتقص الصخور قطعة الماس بتظلها تقص لأن الماس هو أصلب شي موجود بتوقع على سطح الأرض حاليا أو من أصلب الأشياء سطح الأرض بعرفي ذهو الأصلب وبعد تقدم في قصة الحجر قصة الحجر وبتحفر عليه بالليزر وبتصممها بواسطة الحاسوب وفي تقنية أخرى يسمها ضغط الماء بالووتورجيت اللي هي نفث الماء كما موجودة في بعض المناشير يعني بقصوب الماء والصور الآتية بتوضع بعض هاي المعدات هاي آلة التحكم بها حاسوبيا هاي بالليزر بتعلم على الليزر بتقصص لك الحجر هاي تقنية نفث الماء هاي هنا مية بتجبت المية هاي مش واضحة كثير بتقص بنفث الماء أو هاي آلة الحفر بتقنية نفث الماء هاي هنا بتحفر عليه وتجهز قطع من الرخام بألوان وأشكال خاصة كله بالليزر بعدها دقاقة تنقش وتجهيز سطح القطع الحجرية هاي هنا الدقاقة يدوية نهض العامل بيدوق الحجر أو آلة دق الحجر أو في عنا الإخراطة يعني الخراطة هاي هاي شايفينها ببضلة تلف ونقش جمالية وأشكال وزخارف رائعة شايف كيف بتصير هاي بتصير من المخرطة هاي إذن بنقش وجه الحجر يدوية أو آلة باستخدام الآلات الكهربائية أو آلات ضغط الهواء ونتنتج أشكال متعددة حسب زي الحجر المنطش ويعني حجر المنطش يعني منقر يعني بيكون فيه هيكي زي بتعرفوهم يعني كد بتشوف على البناء بيشوف الحجر هيكي بيكون فيه زي مدبب هيكي معناه طالعت منه شغلات هذا بيكون موزع توزيع منتظم قدر الإمكان موحدا لكامل أو موحدا لكامل الحجر في عنا لمسمسم لمسمسم بيكون فيه سطح هيكي مسمسم صغير خطوط متساوية متوازية أفقيا عموديا مزاوية 45 بشكل مكثف الطبزة طبزة من أغلى الإشياء هذا بيضال لبروز في الوجه الطبيعي دون أي تهذيب وبس بتزيل الرؤوس المدببة أواء الظاهرة بس هيك معناها بيكون له طبزة هيكي طالة حجر المطبل مطبوب هذا بيسوي وجه الحجر أولا بيكون مسوى وبعدها بالمنشار بيضقه بالمطببة بشكل مكثف الحجر المجلي طبعا هذا بيشطب الحجر كل لازم تشوفوه إنه هنا بيلمع وجهة لسطح الحجر وجليات بتكون شكله زي البلاط هيكي زي كأنه زي البلاط بيكون شكل الحجر هذا للأرضيات وحوائط المباني بيكونوا جاليون بيكون يلمع طيب شو التكنولوجيا سوت في تصنيع الحجر أكيد النهاي بين الماضي والحاضر التكنولوجيا عملية كثير فرق سواء من السرعة والأمان ودقة العمل أكيد التكنولوجيا زادت هاي الأمور مرحلة بناء وتركيب الحجر يعني في كثير ناس رح تطلع بنا حجر من اللي بيحضروا هذا الفيديو فيمكن هذا الاشي كثير بيهمك البناء بالحجر الصخري أثماء الإنشاء للحواطر الخارجية المباشرة وبعدها بتصب الخرسانة خلف الحجر كيف يعني؟ بتعمل هاي شايفة حيطة بتحطها بتلزق بستوك بتطوبر وراها وبتصب البطون اللي ما بيعرف شو الشغلات هاي يعني بكرة بيدخل ورشة وبيعرف هذا هو البناء بالحجر الصخري أثماء الإنشاء يعني بعدها تبني بالحجر هاي بتحط مجموعة من الأحجر بجانب بعضها البعض على شكل صف أثقي بدرق عليه مدماك الحجر شو المدماك الحجر؟ صف صف الحجر هو مدماك الحجر بضل واحد صانتي بين الأحجر وبنسميه الحل شو الحل اللي هي المسافة ما بين الحجر والحجر اللي بتضلها فاضية هاي بحطوا فيها ايش منقولها كحلة شو منحطها الكحلة هاي اسمها المونة الإسمنتية طب ليش عشان تمسك الأحجار وممنوع تسرب المياه والرطوبة بين الأحجار الكحلة جدا مهمة في عملية البناء بتبني مدماك الثاني فوق المدماك الأول بنفس الطريقة بتحط حجر صغير عن طرف المدماك حيث يصبح الحجر الطويل فوق حجرين أسفل عشان يعطي شكل حلو وهذا منسميه التشريك أو تراكب الأحجار فوق بعضها والشكل التالي بين هذا النمط من البناء كيف يعني تشريك هيا شايف مش فوق بعض بالزبط يعني مش الخط على الخط الخط على الخط لا هذا بسبب مشاكل أما هيك يوم ما يكون هاي شايف الحل هون والحل هون مختلفات هذا نمط البناء هذا ممنوع بالمونة هاي هنا الكحلة بتكون بينهم وهذا مدماك الحجر كل الخط هذا بيسموه مدماك حجر منسميه النمط المبين سابقا بنمط البناء بالمداميك المنطظم الارتفاع هو الأكثر انتشار أن هذا الموجود طيب هذا إذا ملاحظين هذا بونا قديم هذا بدون مداميك والأحجار غير مقصوصة تمسك الحجر زي السناسل كيف السنسلة نسل إشي هذا بدون مداميك والأحجار مقصوصة يعني هذا مش مداميك هاي إشي عمودي إشي شمات بيصير لكن ما بتوقع في ناس ممكن تقول حلو بس المعظم بيبني مداميك هاي هنا بناء بمداميك غير منطظمة الارتفاع في إشي صغير في إشي كبير في إشي صغير هذة مرات بيستخدموا بالدكور بس نادر جدا في الدكورات الخارجية دايما في الدكور الداخلي مرحلة تنظيم وتلمية تكحيل الحجر الحين أول ما يتركب الحجر بفك الأسفيل شو الأسفيل هاي بتظلها بين الحجر والحجر عشان شو بتحافظ على المسافة المطلوبة اللي هي حكينا واحد صانتي بعد يا بتنظفوه بوجه من الأوساخ العالقة يا بالمداخل هداء الهوائية أو فرشات السلك فرشاية بتنظفوه تفتح الفراغات بين الأحجار عشان تحط فيها الكحلة بتحط على هاي العملية تكحيل البناء الحجر إذا شو التكحيل إنك تفتح الفراغات ما بين الحجر والحجر وتعبي شو وتعبي مونة إسمنتية أو الكحلة ما نسميها الأمن والسلامة في البناء نسمع عن حوادث العمال البناء وبتكون قاتلة لا صمح الله وقبل فترة توفى شاب يعني كان من حلحول توفى بهاي الحوادث شاب عمره 25-26 سنة للاسف الشديد طيب الحين من نشوف نقدمه للأحجار يعني لازم شوي نعمال للسلامة العامة في البناء طبعا هذا موضوع يعني كثير كبير يعني كيف بدنا نعمل سلامة عامة في البناء أهم شيء بدأ تقول إنك تأخذ بأسباب الوقاية شو أسباب الوقاية؟ كثير كثير أسباب الوقاية تلبس قفزاتك تلبس الطاقية تبت البناء للأسف معظم عمالنا ما بيلبسوهاش بسطار الشغل لازم يكون أيضا حسب المواصفات لازم يدخل مصمار في قدم الواحد ملابسك لازم تكون مريحة قطنية اللي ما تتعرق فيها ما تتشعر بحام لازم يكون تحمي جسمك كثير فيه شغلات خصوصا استخدام مثلا البقوما زي ما بيحكوها يعني هذا موضوع مش مطلوب منكم حاليا الحجار الاصطناعية طيب حكينا عن الحجر الطبيعي نحكي عن الحجر الصناعي هاي الحجر ما هو من اسمه بصنعه من خليط من الأسمنت والرمل والركام وبضيفه إلي بعض المواد يعني بيجيبوا شمينته بيجيبوا رمل بيجيبوا حصمة ويجيبوا لها كم من مواد المواد وبصبوا الخليط في قالب خاصة ومقاسات مختلفة وهاي شو بتتميز أكيد أرخص لب ليش أرخص لأنه ما نستخرجها من باطن الأرض ولا من قصها لم نتغلب عليها خلاص بتجيبها الخلطة وبتخلطها أهوان لك لأنه الحجر هذاك من باطن الأرض وبيكلف يعني بيكلف لأنه مش موجود دائما يعني فيه كثير ناس ما بتبني بالحجر وهذا قلت التكاليف في تعدد الأشكال والألوان ومنها طوب البناء المستخدم في بناء الحواطئ الداخلية والخارجية اشتعرفوا الطوب؟ هاي الطوب أكيد شو بتوب يوم بتقطعوا في البيت هذا هو اللي بنستخدمه نسميه حجر صناعي واتطورت طرق صناعة الطوب كانت في القوالب تكبس يدويا صارت تكبس آليا كل طوبة لوحدها وصارت مجموعة من قوالب الطوب باستقدام تقنية تسمى الزراعة أو الزراعة آسف كما في الأشكال الآتية طلعوا المكابس هادا يدوي هاي بالإيد مكبسة الحين شو آليا بالزراعة هاي شايف تطلع قالب طوب قالب طوب هاي قوالب الأحجار الصناعية وأشكال مختلفة من الحجار الصناعي هاي هذول قوالب اي بتكون كبير اعداد قالب حجر صناعي يدوي هادا الاشي بيكلف وما بإذنية طيب أسئلة الدرس يدركزوا معين شوف أسئلة الدرس مع بعض أجوبتهم ما المقصود بالحجر الطبيعي والحجر الاصطناعي الحجر الصناعي هو عبارة أحجار صنعوها عن طريق خلط بعض المواد زي الإسمانت والركام والماء وبعض المواد الأخرى وبتم صبها في قوالب لإعطاء الشكل والمقاص المطلوب زي الطوب الخرساني إيش هو الحجر الطبيعي تستخرجوا من الصخور الطبيعية الموجودة في طبقات سطح الأرض وبتم تجهيزوا للبناء أمثل عليه الحجار المستخدمة في بناء الحوايط الخارجية للمباني الحجرية سؤال الثاني صنف أنواع الأحجار الآد التالية إن كانت طبيعية أو مصطناعية حوايط المسجد القريب من المدرسة أكيد طبيعي الجوامع بيعملوها من الحجر الطبيعي أحجار الحوايط بين الغرف الصفية يعني اللي بيقطعوهم جوه البيع هذا بيكون من الطوبية حلوين إذن إصطناعي العجار المستعملة في الأرصفة في الأرصفة أكيد صناعي ما بحطه طبيعي الطبيعي كثير غالي البلاط الأرضي اللي أرضيت الصف أكيد إصطناعي البلاط ما المقصود بالمصطلحات الآتية وما الغرض منها شو المدماج؟ قل نصف من الأحجار هاي أحجار موضوع بجانب بعضها البعض على شكل صف وفقي الحال اللي هو الفراغ مقداره صانتي بين الأحجار عشان يعبوئه بالكحلة الدقاقة شو يعني الدقاقة؟ إنك تنقش وجه الحجر الطبيعي يدوي أو آلي عشان تطلع أشكال متعددة أقولنا مثلا لمسامسام لملطش الطبزة أشكال متنوعة حسب أنت شو بتحب قص الحجر إن هاي عملية فيها مناشير الحجر بتقص بمقاصات وأشكال مختلفة تكحيل الحجر إنك تفتح بين الأحجار وتحط المونة الإسمنتية فيها بهذا الشكل واضح يا حلوين ضل إشي ما ضل إشي ودرسوا منيح حفظوا منيح طيب اللي حاب مادة إثرائية يعني هيا هون مادة إثرائية رائعة جدا لا كل إلا زي ما بحكوها اللي نحكى معنا بهاي الطريقة مادة إثرائية جدا رائعة إذا بتقدر كلها تجاوبها إن شاء الله بتجيب 100 يعني بتوقع أعطى أكثر يكون رائع يكون رائع جدا شوفوها هايها أمامكم بس بطئ الفيديو هايها حاول جوابهم لحالك وإن شاء الله تجيب علامة كاملة نشوفكم يا حلوين في الدرس الأخير القادم إلى اللقاء